السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة طالبات ولإعدادي أهلا بكم في فيديو النهاردة النهاردة معنا إن شاء الله unit 4 where using technology بمعنى نحن نستخدم التكنولوجيا طبعا رابط الفيديو الخاص بالشرح أسابه لكم إن شاء الله في صندوق الوصف وكذلك أيضا أحطه لكم في أول تعليق وإن شاء الله برضو مجموعة البراجرافات الرابط الخاص بالبراجرافات أحطه لكم برضو في صندوق الوصف إن شاء الله وفي أول تعليق أيضا ممكن برضو أحطه لكم في علامة الرأي الموجودة فوق ديت والفترة القادمة بإذن الله هنشدي حيالنا في البراجرافات وأزود لكم شوية براجرافات بإذن الله بناء على رغبتكم النهاردة إن شاء الله بنحلم مع بعضينا اكترسايز الخاصة بيونيت 4 لهم لتنز 1 و 2 من كتاب المعاصر فابقوا معنا معنا سؤال تشوز صفحة رقم 175 صفحة 175 بيقول لي الآلة اللي تقدر تعزف مزيكة دي اسمها إيه؟ تسمي إيه؟ MP3 بلاير ولا برينتر ولا ووتش ولا قلوك طبعا الآلة اللي بتشغل المزيكة مش بتعزف المزيكة هنا جامعة معنا تشغل المزيكة تبقى MP3 بلاير بعد كده number 2 if you want to increase the battery increase معناها يزيد لو أنت عايز تزود البطارية لو أنت عايز تزود البطارية of your mobile بتاعت المحمول بتاعك with electricity يعني تزودها بيه الكهرباء you can use a number طبعا هل تستخدم ايه؟ هل تستخدم charger اللي هو شاحن charger يعني شاحن رقم 3 you can use that to click on different icons on the computer طبعا يا جماعة قلنا إن الكمبيوتر بنقول click يعني ايه؟ يعني بنضغط click كده في الجهاز نفسه إنما بالنسبة للموبايل مش بنقول click لا بنقول ايه؟ tap اللي هي تي اي بي طبعا المهم you can use the number to click on different icons on the computer طبعا ما نستخدم ايه؟ الماوس الفار عشان تضغط على الايقونات المختلفة رقم 4 our teacher asked us to write letters on the number using markers markers اللي هي الإقلام اللي المدرس بيكتبها على الصبورة البيضة اسمها markers فالمدرس بتانا طلب مننا إن احنا نكتب حروف on the note على الايه؟ على الصبورة الصبورة اللي هي البيضة يبقى on the white board بعد كده رقم خمسة a note is a photo you take of yourself الصورة اللي انت بتاخذها لنفسك اسمها ايه؟ يبقى ليتر ايه هي الإقابة الصحيحة رقم 6 she's not you a photo now طبعا now بتعبر عن إن الزمن ده present continuous يعني مدرع مستمر اللي يتكون من verb to be هنا المتمثل في is يعني عايزين بقى فعلة i-n-g الله ده قول الأفعال فيها i-n-g writing, sending, doing, making يبقى ياخد بقى الفعل الصحي اللي هو معناها مناسب she's writing you a photo هي بتكتب لك صورة طبعا لا she's sending you a photo بترسل لك صورة اي وهي هذه الإقابة الصحيحة طيب بعد كده number 7 I enjoy playing نقطة online أنا بس لا متع بيلاق بايه؟ online chips ولا chance ولا cheese ولا chess طبعا chess لو شطرانق بعد كده number 8 رقم 8 نقطة on the icon اللي سأعلنها هي بقى click on click on the icon on your laptop رقم 9 I'd like to نقطة selfie احفظوها كده يا شباب take a selfie take a selfie يلتق الصورة ايه؟ selfie رقم 10 in 1992 في سنة 1992 a computer engineer مهندس computer sent the world the first نقط message أرسل أول رسالة في العالم أول رسالة ايه؟ نصية يبقى text message letter c بعد كده number 11 11 when the battery of the mobile is low is low when the battery of the mobile is low لما البطارية بتاعت المحمول بتبقى ضعيفة low منخفضة يعني you can not eat ممكن ايه؟ يعني تشحنها يبقى charge it ليه لتر c charge it يعني تشحنها يبقى charge the battery يعني يشحن البطارية بقى بقى الكسرساز الشباب في صفحة 176 بقول لي when you want to send some one message لما تحب ترسل لواحد رسالة on a computer في الكمبيوتر send a أو an نقط بتبعت له ايه؟ طبع الرسالة عن طريق الكمبيوتر يبقى email يبقى send an email an email ما يفعش أقول send a letter لأن letter الخطاب مش هيورسل عن طريق الكمبيوتر لا هو ال email طيب بعد كده رقم 13 if you want to call someone لو انت عايز تتكلم واحد في التليفون and see him live وتشوفه مباشر you can not add a video call احفظوا دي يا شباب make a video call make a video call يبقى تعمل او تقوم بإجراء او عمل مكلمة فيديو رقم 14 I am my computer studies homework now طالما شفت كلمة homework واجب منزلي يبقى على طول ناخد doing إلا أن do بتيجي مع homework do homework do homework دي طبعا present continuous مدرعا ما استمر يبقى I am doing أوكي رقم 15 I am looking at websites أنا بأنظر إني أنظر للمواقع نقط information about 3D's printers طبعا اللي جابة هنا تبقى for information يبقى looking at websites for information أنا ببصر للمواقع من أجل المعلومات بخصوص الطوابع أو الطبيعات اللي هي من نوع 3D عند الجرامر هنا يا شباب خاص بال present continuous الزمن المدارع المستمر أوكي طبعا عندنا هنا أشباب الجرامر خاص ب there is و there are في حالة السؤال وفي حالة الجملة المثبتة فنخلي بلنا منهم قوي أرجع لك كده يا جماعة على السريع بنقول أن there is معناها يوجد دي طبعا بيجي وراها اسم مفرد مثلا there is a printer there is a car ممكن يجي وراها اسم غير معدود زي there is water يعني يوجد مية ماشي في بقى حاجة اسمها زر R دي الجامع بقى there are two laptops يبقى there are تختلف عن زر is في حاجة واحدة أن زر is مفرد وزر r a جامع والت بمعنى يوجد النفي بتاعهم بحط نط بعديهم there isn't أو there aren't طبعا نخلي بالنا أن في حالة النفي ممكن أستخدم any معناها أي يبقى there isn't any water أو there aren't any laptops يبقى any في النفي يا شباب عندي بقى لما حب أصنع سؤال بزر is أحط is في الأول يبقى is there بدلا ما هي is لا هل يوجد برضو نفس الحكاية are there برضو هل يوجد طيب برضو كلمة any تستخدم في الأسئلة are there any mobile phones هل يوجد أي mobile phones يبقى are zero سؤال يبقى نحط any يبقى أنا أستفيد من كده يا شباب إن يتستخدم في السؤال كلمة some معناها بعض وكلمة some بدي خلي بالك بتيجي ما اس ما بيتعدش واسم جامع اسم ما بتعدش زي ايه زي some water some money طب اسم جامع زي ايه الأسماء الجامع اللي هي بأخرها اس جامع أو الأسماء الجامع العادية اللي هي زي مثلا some children اللي ما فيش اس لها في الآخر طبعا ده اسم معدود الصم بقى شباب بتوجد في الجمة للمسبتة تستخدم في الجمة للمسبتة there is some milk يوجد شوية لبن in the bottle في الإزازة there are some pencils يوجد بعض الأقلام الرصاص in my pencil case يبقى صم في الإثبات وإني في السؤال والنفي يلا بقى نحل على الكلام ده يا شباب في نفس الصفحة عند 177 أول نقطة طبعا دي سؤال نقطة there any water طبعا يا شباب water اسم معدود ولا غير معدود غير معدود بين عامله مفرد ولا جمع مفرد على طول يبقى بالتالي ما ينفعش R لا is there هل يوجد أي مية بقى exercise بيقول there not a lot of milk in the fridge a lot of يعني كثير من و a lot of تستخدم في الاسبات يبقى zero is على طول لأن ملك ما بتتعدش يبقى zero is ماشي رقم 3 zero any أول ما تشوف any يعرف إنها منفية أشوف الكلمة اللي وراها ميت الاسم ميت ده ما بتعدش بقى يتعامل موفرد يبقى isn't there isn't any meat in the dish ما فيش أي لحمة في طبق ماشي رقم 4 any tablets any تبقى منفية tablets دي اسم جامعة أيوة يبقى or or is طبعا or بس ما تبقى aren't there aren't any tablets لا يوجد أي أجهز tablet اللي خيرين أخذ aren't a المنفية طبعا any ماشي اي معنى any يا شباب any معناها أي لا يوجد أي tablet طب خمسة there are some laptops and there not a white board white board كلمة مفرد يبقى على طول ناخد is يبقى قبل ما اختار is or لازم أشوف الاسم نفسه مفرد ولا جام ماشي رقم ستة are there printers طبعا دي سؤال ايه اللي يستخدم في السؤال any ولا some طبعا هتبقى any لأنها سؤال هل يوجد أي printers أي طبيعات رقم سبعة there نقاط more women than oh than men يبقى يوجد يوجد النساء أكثر من الرجال في المكتب طبعا women جمع خلي بالك women دي جمع يبقى there or يوجد طب تمانية is there an umbrella for me هل يوجد لي شمسية no there هنا أول is آخر is يبقى no there is or no there isn't طبعا على شمان منفية تبقى isn't رقم 9 نقاط there any pins with you Mona طبعا pins اسم جمع ماشي يبقى لطول are there any pins with you Mona هل معك أي إعلام جاف يا Mona الجملة رقم 10 there are you good books in my bag طبعا books in my bag كلمة جمع عشان كده أخذنا R ماشي طيب يطرن أخذ some or any طبعا دي مسبتة يبقى لطول some على فكرة عايز أقول لكم حاجة مهمة يا شباب لما تلاقي any و some في الاختيارات يبقى احزف الاختيارين التانيين يبقى لازم الاختيار هيبقى اما any او some ماشي دي زيادة هي وليت الل في الآخر طيب يلا نصلح الأخطاء بقول Zair or any طالما انت شفت any اعرف انها منفية يبقى Zair R R دي مسبتة تتحول ل aren't رقم 2 is there a teacher هل يوجد مدرس yes there are لأ طبعا غلط R غلط انت اقول is يبقى yes there is دي اسمها ايجابة مختصرة رقم 3 aren't طالما منفية ما ينفعش اخذ there aren't a charger a charger دي كده مفرد ما ينفعش aren't هتبقى isn't برضو منفية يبقى isn't طالما الاصل منفي انا اصحح بالنفي تبقى isn't مش is رقم 5 are there المفهول there there طبعا ما هي H-E-I-R دي كده ملكية يا شباب هيبقى there مقصودة اللي هي T-H-E-R-E T-H-E-R-E رقم 6 والاخيرة is there any computers هي غالبا يا شباب is بتبقى R و R بتبقى is غالبا يعني طبعا computers جمع فهتبقى is هتنقلب لR A-R-E هل يوجد ودلوقتي هنحل شوات اسئلة خاصة ب present content و stans ازا مع المدارع المستمر اللي بتكون من شرطين اللي هم verb to be وبيتبعوا الفعل الاصلي مضاف الي ing يبقى مؤز و R دول verb to be الفعل بعدهم لازم يكون اخر ing طب يلا نشوف كده الاسئلة لكن يا شباب افكركم واذكركم بحاجة مهمة وهي لازم نعيد حفظ لازم نعيد تسمية الكلمات الدل على المدارع المستمر زي now look listen take care still ما زال tonight at the moment look out watch out اللي هي العبارات التحذيرية يعني يبقى الحاجات دي يا جماعة او ما نشوفها في جملة نعرف ان الجملة دي مدارع مستمر على طول ماشي صفحة 180 عندي تحت خالص my friend and i هنا بقينا جمع انا وصاحبي طالما بقينا جمع يبقى من فاش اقول am هتبقى are playing chess now لتر اي رقم اتنين ali نقطة his english book now اول ما تشوف ناو يعرف انها continuous مدارع مستمر او هتاخد فعل ing بس لأ verb to be لازم يكون موجود مع الفعل ing عشان كده الاجابة مش هتبقى اخر واحدة هتبقى is reading ali is reading his english book now صفحة 181 mom and my sister نقطة a cake طبعا عنده الجمع are making ماشي اربعة ايام يقفوتوا ايام اما هي verb to be مديني شارت اجيب لنا الشارت الثاني اللي هو الفعل ing يبقى i am sending رقم 5 i am playing chess online انا بلعب شطرنج online i am nقط at the moment i am winning مدارع مستمر اني افوز في هذه اللحظة انا دلوقتي رقم 6 بيقول the dog is نقطة دي بقى شوية حروف gar يا شباب شوية حروف gar اللي هي next to under behind in front of بيقول لك sorry الكلب is not at the tree i can't see its head مش قادر اشوف راسه يبقى الكلب بالنسبة للشجرة next طبعا next تنفع لو في عندي two ما فيش عندي two under the tree مش مول تحت الشجرة تنفع تنفع طبعا front ما تنفع لان front عايز in front off يعني امام لكن انا مش شايف راسه هتبقى behind خلف رقم سبعة زي taking selfies now هذه مدرعة مستمر طبعا زي بتاخد am or is or are طبعا are يبقى اخر اجابة هي الاجابة الصحيح رقم تمانية لوك انظر يوسف is the ball طبعا is وراها kicking رقم my uncle the house is in طبعا in عايز front وراها off in front off يعني امام امام my house رقم عشرة watch out يعني احترس خلي بالك اقار عايز بقى مدرعة مستمر is coming لها letter d اخر واحدة هي الاجابة الصحيحة يلا نصحح الأخطائق يا شباب my father sleeps at the moment at the moment يعني في هذه اللحظة بقى الزمن مدارع مستمر مش مدارع بسيط my father is sleep sleeping has to be sleeping لازم تشير حرف the s is sleeping هي الاجابة الصحيحة number two there is an mp3 player behind the laptop طالما شفت two ما ينفعش أقول behind two هتبقى a حرف الجارة اللي بيجي مع two طبعا next بجوار next two big war طيب رقم ثلاثة عمر عمر برينتز بيطبع his homework now برضو خليت الجملة دا مدارع مستمر عمر مفرد يبقى is يبقى عمر is printing طبعا يا شباب وتنسوا ان ing بتضاف للفعل الأساس اللي هو المصدر printing طبعا as richel زي ما انتم فاهمين طبعا he is charged طبعا ما ديني شارت اللي هو is هتبقى charged اشيل the e ود واخله ing هو بيشحن تليفونه with a phone charger بشاحن التليفون يبقى is وراء charging رقم خمسة زي is طبعا زي هتخدش is يا شباب زي are يبقى i drink tea at the moment يبقى i am drinking رقم سبعة the white board is next ليس next a two يبقى اللي جابة الصحيح بكده يا شباب نكون غطينا الدرسين one and two ان شاء الله الفيديو القادم هنغطي جميع اسئلة الدرسين three and four اي سؤال خاص ب صعب عليكم ولا اي حاجة اكتبوا لي السؤال وان شاء الله نرد عليكم الى ان التوقف في الفيديو القادم لكم مني كل تحية وتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام احلى شباب